اكد النائب الاول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح دعمه ومساندته لابنائه منتسبي الجيش في مشاركاتهم بمختلف الانشطة والفعاليات الرياضية جاء ذلك خلال استقباله للمقدم ركن بحري المهندس يوسف الشطي بمناسبة حصوله على المركز الاول في بطولة ابطال اسيا لسباق اسبارتان اسبرنت التي نظمت في اليابان حيث اضاف الشيخ ناصر ان اهتمامه ودعمه لابنائه منتسبي الجيش يهدف الى ابراز دور ومكانة الرياضة الكويتية وتميز لاعبيها لما يتمتعون به من روح رياضية وعزيمة واصرار على تحقيق افضل الانجازات سواء على المستوى المحلي او الدولي